اشتركوا في القناة الحديث عن وسائل المواصلات وهنتكلم في الدرس ده عن ثلاث نقطة أول نقطة الحديث عن وسائل المواصلات يعني هنعرف أسماء وسائل المواصلات المختلفة وتاني نقطة يعني ينتظر يأخذ ينزل يعني الأفعال المرتبطة بالحركة والتنقل من مكان لآخر وآخر نقطة حروف الجر المستخدمة مع وسائل المواصلات هنبتدي الأول بالفوكابولاء ونبدأ بنوم مسكولاء الأسماء المذكرة وسيلة موقف أو محطة أوتوبيس أتخافي أتخافي عمل أكاسك أكاسك خوزة أتخاجي أتخاجي مسافة تسير أشوفر أشوفر سائق أنوال أنوال رحلة طيران أن سيكليست أن سيكليست ركب دراجة أن پساجي أن پساجي ركب لاغ لاغ الهواء لغاي لغاي القطبان دي جان دي جان قفزات لبروية لبروية الضوضاء الأسماء المؤنسة نوفي منها إنغو إنغو إطار سيارة يعني عجلة إنغوت إنغوت طريق لاتاغ لاتاغ الأرض لسانس لسانس الوقود أو البنزين لإلكتريسيتي لإلكتريسيتي الكهرباء إن سانتور دي سيكريتی إن سانتور دي سيكريتی حزام الأمن إن بالاد إن بالاد نوزها إن خوازيار إن خوازيار رحلة نيلية أو بحرية إن استاسيون دي مترو إن استاسيون دي مترو محطت مترو البحر المتوسط الأفعال verb ساغتی ساغتی يتوقف قولي قولي يسير على عقل اتاشي اتاشي يربط نافيگي نافيگي يبحر ديسكوتي ديسكوتي يناقش اتليزي اتليزي يستخدم ولي يطير آغيفي آغيفي يصل مونتي مونتي يسعد أو يركب أتند أتند ينتظر ماتخ ماتخ يضع أو يرتدي كوندوير كوندوير يقود بعد كده بقى الصفات والظروف وحروف القر والتعبيرات أدجكتيف أدفير ببخيبوزيسيون إكسيبخيسيون بخاتيك بخاتيك عملي وهي مشتقة من فربي بخاتيكي يعني يمارس كونفورتابل كونفورتابل مريح غابيد غابيد سريع بوندي بوندي مزدحم لون لون بطيء اون فيل اون فيل في المدينة اون غوتار اون غوتار متأخرا اون وياج اون وياج في رحلة دوران دوران خلال أو أثناء ألترانجي ألترانجي خارج البلاد أفوار بور دو أفوار بور دو خائف من سا ديبون سا ديبون على حسب أو هذا يعتمد على دي كده كل الفوكابولار ودلوقتي هنتنقل لأول جزء من أجزاء الدرس وهو وسائل المواصلات هنتعرف على أسماء وسائل المواصلات سيارة التاكسي التاكسي وممكن كمان نقول عليه بوس الموتو الموتوسيكل الخفيف اللي بيكون شبه الفيزبة لكن السكوتر نفسه بقى اسمه سكوتر دراجة هي أو كلمة لتنين زي بعض ولكن فيلو هي الأشهر حزاء بعجل قطار الترام وهو بيكون شبه الأوتوبيس برضو اللي بيمشي داخل المدينة بس بيكون دي قطبان حديدية بيمشي عليها أمباتو أمباتو مركب أيوت أيوت يخت أموالي أموالي مركب شراعي النفيون النفيون طيارة هنقسم بقى وسائل المواصلات لأربع فئات فئة بتمشي على الطريق سيغلاغوت والفئة التانية بتمشي على القطبان سيغلغاي والفئة التالتة بتبحر في المية سيغلو والفئة الرابعة بتطير في الهواء دون لاغ أول فئة ديم وياندو تخونس بور غول سيغلاغوت يعني وسائل المواصلات اللي بتمشي على الطريق غول يعني تمشي أو تسير ودي بتتقال بس على وسائل المواصلات وسائل المواصلات اللي بتمشي سيغلاغوت هي السيارة الموتوسيكل الخفيف كل دول من وسائل المواصلات اللي بتمشي سيغلاغوت على الطريق الأسفلتي ولكن نخلي بالنا أن فيلو وبسيكلات في بعض الدول بيكون فيه ممر للدراجات بيستيسيكلابل يعني لو عندي اختيارات فيهم غوت وفيهم بيستيسيكلابل يبقى نختار بيستيسيكلابل مع فيلو ومع بيسيكلات بعد كده بقى وسائل المواصلات بتمشي على القطبان فيه طبعا من وسائل المواصلات اللي بتمشي على القطبان وسائل المواصلات بتمشي على قطبان فوق الأرض وفيه وسائل المواصلات بتمشي على قطبان تحت الأرض وسائل المواصلات اللي بتمشي على قطبان تحت الأرض طبعا هي لومتخو. اما بقى وسائل المواصلات اللي بتمشي على قطبان فوق الارض فهي القطار وفي حاجة كمان بتيجي في الامتحانات رغم ان هي مش موجودة في الكتاب وهي يعني اختصار لكلمة يعني قطار فائق السرعة وده بيسافر بين الدول وبرده بيمشي على قطبان فوق الارض بعد كده بقى وسائل المواصلات اللي بتمشي في المية او بتبحر في الماء يعني يبحر ونخلي بالنا من حرف الجر اللي بييجي معاه وهو احنا بنترجمها في اللغة العربية في المية علشان كده دايما بييجي في الاختيارات اختيار بين سيغ واللدون نخلي بالنا ان احنا بنختار سيغ لو لان هي بتمشي على وش المية وعلشان كده بنقول نافيجي سيغ لو ومن وسائل المواصلات اللي بتبحر في الماء هي المركب وكمان المركب الشراعي اما بقى وسائل المواصلات اللي هي بتطير في الهوى فهي امويا امويا ندو تخونس بوغ فول دون لاغ وهي لافيون لافيون هي بس الوحيدة اللي بتطير في الهوى وهنا استخدمنا حرف الجر دون دون لاغ في الهوى يبقى لافيون فول دون لاغ الطائرة تطير في الهوى بعد كده بقى الجزء التاني من الدرس وهو يعني الافعال المرتبطة بالحركة والتنقل من مكان لاخر لازم طبعا نعرف تصرفهم هم التلاتة افعال ينتظر ينتظر يعني يأخذ او يركب وخدنا في الوحدة التانية برضو بمعنى يتناول وعرفنا تصريفه قبل كده أشرم ينزل يأخذ ينصف يعني اخذّ الافعال دي زي ما احنا قلنا مرتبطة بالحركة والتنقل يعني بيجي بعديها وسائل المواصلات بيجي بعديهم وسيلة المواصلات مسبوقة بمحدد محدد يعني اداة نكرة اداة معرفة اداة تجزئة صفة من الصفات صفة اشارة صفة ملكية يعني مثلا هو بينتظر الاوتوبيس هو بينتظر هذا الاوتوبيس هو بيركب المترو او هو بيركب الدراجة بتاعته بعد كده بقى فيغ بيدي الصندق يعني ينزل وده يا اما بيجي بعديه وسيلة مواصلات او اسم مكان لو هيجي بعديه وسيلة مواصلات يبقى معناه ينزل من ينزل من الاوتوبيس ينزل من المترو في الحالة دي هنستخدم معاه حرف الجر دو قبل وسيلة المواصلات حرف الجر دو طبعا باشكاله دو او دو لا او دو الا ابوستخاف هو بينزل من الاوتوبيس لكن لو هيجي بعديه اسم مكان يعني هيكون معناه ينزل في وهنا بقى هنستخدم معاه حرف الجر ا هو بينزل في محطة الاوتوبيس طبعا في افعال تانية كتير بيجي بعديها وسائل مواصلات زي مثلا والافعال دي بيجي بعديها وسائل المواصلات بتكون مسبوقة بحروف جر حروف الجر المستخدمة مع وسائل المواصلات اللي هما اا و او حرف الجر ا وحرف الجر او دايما بيجي بعديهم وسائل المواصلات غير مسبوقة بمحدد يعني اا او او وبعدين اسم الوسيلة على طول من نجدع وبقى هي مذكرة او مؤنس ما فيش الكلام ده اا او او وبعدين اسم الوسيلة بنستخدم اا قبل وسائل المواصلات اللي احنا بنركب فوقيها زي مثلا على دراجة على موتوسيكل على بيسكليتة سيرا على الأقدام هو بيتنقل على دراجة أما بقى حرف الجر فهو بيجي يأما قبل أسماء المواصلات اللي احنا بنركب جواها يعني المقفولة زي مثلا يعني أي وسيلة مواصلات مقفولة بيجي قبليها حرف الجر حتى لو كان موتو مقفولة يعني موتوسيكل مقفول أو فيلو مقفولة دراجة مقفولة برضو بنستخدم قبليها حرف الجر وحرف الجر بيجي برضو قبل وسائل التنقل اللي هي الأدوات والمعدات اللي احنا بنلبسها في رجلينا زي مثلا حزاء التزلج أو الحزاء اللي بعجل أو لوح التزلج كل دول بنستخدم معاهم حرف الجر بنقول على لوح التزلج على حزاء بعجل على حزاء التزلج أنا بروح المدرسة على حزاء بعجل نخلي بالنا كويس من حرف الجر A وحرف الجر O إن هما بيجي بعديهم وسيلة المواصلات غير مسبوقة بمحدد لكن في حروف تانية زي حرف الجر بار وحرف الجر بار يعني بواسطة ودن يعني في أو بداخل دول بيجي بعديهم وسائل المواصلات مسبوقة بمحدد أنا بروح المدرسة بواسطة الأوتوبيس هنا استخدمنا أداة التعريف ده المحدد اللي جه بعد ما قلناش ولكن قلنا نفس الحكاية برضو حرف الجر لو إحنا قلنا أنا بركب داخل السيارة بتاعتي هنا حرف الجر جه بعديه المحدد اللي هو صفة الملكية طبعا الجزئية بتاعت حروف الجر المستخدمة مع وسائل المواصلات دي لازم في كل امتحان يجي منها سؤال على الأقل هنحل مع بعض اكتيبتي من كتاب بغافو بوج 385 صفحة 385 السؤال الأول رامي بيروح وسط المدينة في تاكسي أحط ما كان النقاط A ولا ON ولا DON ولا PAR تاكسي وسيلة مواصلات مغلقة وما فيش قبليها محدد يبقى هنختار ON ON تاكسي نمعو B السؤال الثاني أنا بروح المكتبة سيرا على الأقدام أحط ما كان النقاط O ولا PAR ولا A ولا SURE إحنا قلنا إن سيرا على الأقدام كلمة PIE بيجي قبليها حرف الجر A A PIE سيرا على الأقدام نمعو C السؤال الثالث أنت بتروح المدينة بالمترو أحط ما كان النقاط DON ولا LE ولا A ولا ON متخو وسيلة مواصلات مغلقة وغير مسبوقة بمحدد يبقى هنختار O نمعو D السؤال الرابع إيما بخون نقاط بيوس أحط ما كان النقاط ديو ولا A ولا LE ولا PAR عندي فيغ بخوندر بيجي بعدي وسيلة المواصلات مسبوقة بمحدد يبقى نمعو C LE LEBUS السؤال الخامس منونكل أبيون من وسائل المواصلات اللي احنا بنركب جواها وهي غير مسبوقة بمحدد يبقى هنختار نمعو C السؤال السؤال السابع أحنا بنركب أوتوبيس الرحلات علشان نسافر في رحلة أو نعمل رحلة أحط ما كان النقاط ON ولا A الابوستخوف ولا PAR ولا الابوستخوف فيغ بخوندر بيجي بعدي وسيلة المواصلات مسبوقة بمحدد يبقى هنختار الابوستخوف نمعو D كده خلصنا الدرس الأول من الوحدة الرابعة وأتمنى أن تكونوا استفادتم من الفيديو ده وبرحب بكل أسئلتكم واستفسراتكم ونتقابل تاني في فيديو جديد Merci Au revoir